ليه الخارجي كان وشي الساعد عليك؟ يعني ما فيش كلام كان وشي الساعد طبعاً أولاً يعني حتى لو الواحد موهوب وربنا مش موقف له ناس حقيين مصدقين وشايفينه شايفينه من جوا ما كانش هيبقى فيه لي الخارجي خالص وكنت حفظ المكمل في إصراري وأن أنا أبحث يعني عن مساحة شوف للجمهور زي ترشحتك؟ أنا من بدري بشتغل مسرح ما بين اسكندريا والقاهرة حوالي 25 سنة كده ومن حظي في مشواري المتواضع البسيط أن كان بداية ظهور السينما مستقلة سواء على مستوى هو كان أهم محافظتين يظهر فيهم بروجيكت الفني كسينما مستقلة كنسكندريا والقاهرة كتأسيس لجيل هوم ما شاء الله دمارتي أسامي حقيقيين موجودين كنت بشارك في أدوار بسيطة على مستوى الأفلام الرؤية القصيرة وكان أستاذ أحمد عبد الله بيوجهه كل الشكر طبعا هو وكل أسرة الفيلم الناس دولا احتووني وسندوني بشكل غير عادي كان هو بيحكم أحيانا في مسابقات على مستوى الأفلام الرؤية القصير وبيحاضر في ورش وكذا وكان مخزن لي شوف يعني عشر سنين بيتفرج وهو قال لي الكلام ده في أول جلسة ما بينه وما بينه ومن خلال فيلم الرؤية الطويل الأول لها مع الجميل إبراهيم البطوت فيلم حاوي خدنا به جايزة أفضل فيلم على مستوى العالم العربي كان هو خلاص بيقرب لترشيحه لها لغاية ما كنت بعمل في 2016 عروض حكي هنا في القاهرة بحكي فيها أصول حي الخليفة فمن هنا كلمني طبعا فمن هنا كلمني وتقابلنا والفيلم يعني الجميل أن كل حاجة فيه خدت وقتها ده أكيد سواء التاكس لعبت أزاي؟ أنا كموصل مسرح وحكاء وأنا بكتب حكاياتي من الشارع عندنا أبطال كتير من جمليتي السابتة عندنا أبطال كتير ماشيين على الأسفلت لكن عندهم قصص حقيقية وبطولية لكن ما بيكونش عندهم مساحة أن يتعرف عنهم طريقهم حققوا أزاي وكذا فمن ضمن الكاركترات في الشارع الماصر اللي كنت برأيبها أهم الكاركتر هو سواء التاكس وكمان عشان يعني القدر الفني برضو بيخدم المهوب أحيانا أن كل ما أردت بالفرصة أن أنا أعلن على الكاركتر ده في عرض حكي أو في عرض مسرحي ما تجيش الفرصة كأن ربنا بيخليني يعني أخزن يبقى عندي مخزوم كتير لسواء التاكسي عشان للخارج كنت متوقع الرد الفائلي ده من الجمهور خالص، وبعدين أنا من المواصلين اللي عندي حاجة كده مش هقدر تخلى عنها إيه هي؟ إني ما بشوفش الفرصة كتير زي زمايلي أنا شفت الفيلم مع الجمهور عشان أحس كل سواء فيه جامعهم أو جملة أدائية ما أحسها بيور كده فرش لأول مرة ما كنتش متوقع النجاح اللي حصل ده لأنه بلغاية النهار ده أنا في جمل بعينها وخاصة أن اللي كانوا وما زالوا بيوقفوني في الشارع اللي عجبني وخليني مسد أني اشتغلت على نفسي كويس أنها أعمار مختلفة وسن 17 و18 سنة هتخيل حضرتك لما أقولك جملة لا يمكن أنساها أنا بقال كتير ما طلعتش بالشحنة دي من فيلم مصري صح الشغل مع أحمد عبدالله ضاف لك إيه؟ الله عزيز إنان جميل مدرست ومختلف أحب أعرف جداً أنا في كل اللقاء بطلع فيه بقالب نفسي كتير قوي أني ما قلتش برضو ماي وفي حقه ده أكيد أحمد عبدالله مع حفظ كل الألقاب هو إنسان وغير إنه مهوب كمخرج ومنتر هو دارس موسيقى في النهاية اللي دارس موسيقى ده إذا كان الإحساس عند المخرج أو الممثل بيبقى عالي فالموسيقى ده بيبقى الإحساس عنده أعلى بكتير فوربنا ما تدي له قدرة كده وبصيرة يحتوي هو أول ما بيحس إن اللي قدامه ممثل شاطر وموهوب بيحتويه من كافة شيء ده أكيد فاستمتعت جدا جدا بكليدر في قلب اللوكيشن أو في التحضير للفيلم في أيام التحضير للكاكتاب أكتر طاطش حطه أستاذ أحمد ضاف لشريف الثقة قل ما يبقى الليدر قادر يديكي شحنة ثقة فبتمثلي زي ما بيقوله كده في المهنة وأنا فاكك وناسي شريف وأنا سنة بصور في الفيلم ناسي شريف وعايش مصطفى ده بكل تفاصيله دي مش بسهولة تلاقيها في أي لوكيشن ده أكيد في رحلة لير غارج قابلت نجوم كتير طبعا أكتر نجوم ضاف لك إيه؟ النجوم معايا في الفيلم ولا؟ ضافوا لك في الفيلم ككواليتي نجوم محدد كده ضاف لشريف حاجة بعد مدرستك الجميلة طبعا أه والله كده هم كلهم حبايب بس هجيت في طاطش طبعا للأمانة هم اتنين إذا تسمحي لي كريم قاسم هم هنا هلا إيه تعلمت من كريم قاسم وإيه تعلمت من مونة هلا؟ مهما أقول عندهم زخم إنساني فوق الوصف وكان كأجيال قبل مني كانوا يعانوا لما يجي لحد من موهود جاي من اسكندرية وعنده فرصة حقيقية أجيال قبل مني كانوا يعانوا من النجم عشان متقولش متعملش فالواحد بيبقى زي ما بيقولوا كده متكتف في اللوكيشن أنا ما حسيتش ده ولا ثانية نظرا لأن كريم كان مهتم بي أكتر ما هو مهتم بشغله لما نشتغل بروفات ما عندوش أي مآخذ على أي حاجة وكأن فيه اتفاق ضمن كده زي العقل الجامعي ما بيننا احنا التلاتة وده للحمد لله وصل للناس كحالة تلات كاركترات دولة مع بعض يعني في رحلة الفيلم عشرين سنة اتأخرت الرحلة ده نصيد ولا حظ ولا نقول إيه هو ريز 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 هو ريز هو ريز هو ريز طبعا كلنا فرزق من ربنا طبعا ريز لإني السؤال ده بيتقل كتير قوي الدنيا تأخرت يا شريف السن كبر أنا كقطاقة إنسانية ربنا دعمها بموهبة عمر في أعظم لحظات اليأس والإحباط وإن الواحد يتعرض لليدر مش أمين عليه عمر ما خاطرت في بالي إنه متأخر خالص وعندنا نمزج بنقولهم طول الوقت أسامي أسامي عبقرة حببونا في فن السينما بدأوا في أفلام صلاح منصور في استعراض عمبر العقلاء طالع ما جميع بيرقص دون ما بينطقشوا على كلمة طبعا صلاح منصور بالنسبة لنا نهاردة قيمة عاملة إزاي وأكم لكني مؤمن أكتر إن ربنا مطلع على القلوب وشايف كانت اجتهادي ونياتي عامليني إزاي وأنا بتحرك في مشواري فعارف إنه هيكفقني ولو كانت المكافئة أقل من ليه الخارجي كنت حبقى راضي برضو كنت توقع من جمهور رد الفعل ده ده شريف ده شريف والله يعني أحمد عبد الله كان بيطمنني في اللوكيشن بطريق غير مباشر إن لما كان يعزم أسامي مهمة كمخرجين في اللوكيشن فكان يتقال وأنا ما بحبش أسمع جمل السناء أثناء خلق العمل فكان يتقالوا في حالة ما يمقدمها شريف لغاية لما تعرضت أول ليلة عرض في مهرجان القاهرة ولكي أنت تخيالي السبات المفعالي أستدعي منين وأنا شايف نجوم مصر بيقفوا وبيدوني سوكسي يعني فضل كبير من ربنا الرسالة بتاعت أنا شغالة على ما هوبت اللي هي غرفتها قلبي دي حقيقة وصلت للناس لغاية فضل من ربنا لغاية لما قابلت النجمة حبيبة قلبي النجمة سلوة محمد علي وهي كانت بتحضر كل الأفلام وأنا كنت بحضر كل الأفلام وشايف أن المنافسة جديدة لكني عندي يقيم من زمان أن احنا بلغة المهنة كده تقال على مستوى الممثل والمخرج والصورة في السينما بالنافس من زمان تلعب دور مع نفسك لغاية ما قلت لي أراهنك وكان تاني يوم الختام الشعب المصري ده أي نجمة بيحقق نفسه يقولك أجي أختبر موهبتي في مصر لأنه عارف أن الشخص التلقائي اللي ماشي في الشارع ده عنده مخزون فرجة أصيل وتشرفنا بالفنان الجميل شريف الدسوئي تحياتي لك الشخصية طبعا على المستوى الشخصي وعالمستوى الفني الجميل الرائع أشكرك حضرتك وبكده بتكون خلصت حلقيتنا النهاردة مع الفنان الرائع استنوني مع فنان جديد إنتو اللي هتختاروه مع ميجاستر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة